اهلا ومرحبا بكم في قناتي شكرا لتسجيلكم بقناتي درت ليغوفخ نتاع الييج وغادي نقول لكم طريقة المقادير ايضا هذا ليغوفخ دوليج خاصنا المقادير كالتالي غادي نديرو مثلا سكر نتاع هذا الحبيبات هذا هو هذا نقدر نديرو واحد مئة جرام مثلا وفي اوزوج بيضات وواحد اللي ما يعني سيتخوم حكوكا وزبدا مئة وخمسين هكداك مئة وخمسين جرام ومن بعد الحليب مئتين جرام حليب مثلا وحتى الدقيق نضيفه شوية 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 حتى تجمعنا العجينة تكون العجينة مشي لاسقة تكون مشي قاسحة مشي لاسقة بالزايف مشي جارية اذا فادرت فيه سكر انتاع البني واني ذات فيه سكر هو يلا يكون خمسة وستين جرام او الا ستين إلا بغينا إلا ما كانش سكر البني ولا سبعين جرام هكداك نديرو النص إلا ما عناش سكر البني نديرو السكر هذا البيض نضيف له الزوج معلق الصغار ونصف نتاع الخميرة حبيبات ومن بعد سكر فاني ونضيف له شوية الحليب دافي ومن بعد نخلطه مزيان مزيان وحتى قبصة ملح ومن بعد حتى واحد شوية نتاع القرفة يعني غير ربع نتاع ميلقة صغيرة ماشي بالزايف ومن بعد نضيف له الزوج بيضات ونضربه مزيان 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 اذا مهمي لا نسيت شي حاجة غادي نقولها في ذاك صندوق الوصف وهكدا ندربه مزيان 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 كله ومن بعد ما اللي غدي ندربه مزيان غادي نضيفه الدقيق نضيفه تدريجيا 450 جرام هادي كيا 450 جرام ومن بعد نضيفه شوية بشوية ونضيفه حتى هذك الحليب شوية بشوية نضيفه بشوية دقيقة 450 جرام نضيفه بشوية 450 جرام نضيفه 150 جرام نضيفه بشوية اخير نضيفه بشوية نضيفه بشوية كمسكة وكما تكون قصحة وكما تكون قصحة ومن بعد خصافي جمعتها جيد نضيفها في الخمر والآلة نضيفها بالزبدة وكل مرة إذا كانت تلصق كلما نضيفها بالزبدة هذه هي خمرت العجينة نضيفها بالزبدة السكر السكر للجج ومن بعد نسرحها كلها هذه العجينة نضيفها ونضيفها ونضيفها كل السكر كلها فهذا نجمع العجينة من بعد نضيفها نضيفها ونضيفها 100 غ ونقسم العجينة ونضيفها وحدة على وحدة لكذا السكر يدخل جيدا ونضيفها لكذا هذا هذا اختياري إلا أردت تديروه لكم ولكنها زعمة لأنك يديروا له هكذا ومن بعد سوف نضيفها كويرة نقسمتها في النص تقدم كنا لذيك إنها وقسمتها لذيك كفر 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 لذيك وصافي كين عندي واحد الغسات كنديرها بحال خري نقول عجينة ولكن هذي قصحة ومن بعد نديروا هكذا اللي بغينا نديروا واحد هكذا باش نرفضها لانها ساخنة بالزيف ما خاصناش نحضيو بها في اليدين لان هذا السكر كيكون فيه كيكون يحرق فهكذا من اللي الطيب نقدروا حتى نقلبوها شوية نقدروا نقلبوها شوية ايدا فها هما الكويرات كلهم من بعد اللي غي نحطوها يقدر يكون واحد دقيقة حتى ثلاثة باش يطيبو لكن نقدروا نقلبوها باش نشوفو وشرها طيبة او لا باش نشوفو ايدا هكذا بعدها هذي كانت هذو اللوالة وهاكذا كيكونوا في الداخل سكر البني لابغينا نديروا غين نص اللي بيض والنص البني نديروا مع لي الشي لما كانش وهكذا كان ندرتهم هكذا مثلا هذو الكويرات ومن بعد نسد عليها ضغياء كتكون بعد ما سخنت كيكون كيتشعل ذاك الخضر ملي شعل الخضر صافين قدروا نديروا اللي غوف هكذا كيتكون باش نشوفو ها هيدا هكذا يلا شفناهم بزع مدايرين نقدروا نقلبوهم اولا السالسان تحت شوكولات غلاساش تحت شوكولات انا عندي هنا في القناة غادي نحطوه هنا بعدها تحت في هدا اسميتو في صندوق الوصف نقدر نحطوه لكم باش تفو هدا هو اللي يراهم مزيان هدا هدا المثلا لكل شي اللي مزيان القلاساش نقدر نديروا في شوية سكر درت في شوية 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 اه نقدر نديرو في حتى وهو هدوهما اه نقدر نقلبوها كما قلت هنا يعني نقدر نقلبوها ولكن يدينا رات حرق لان هدا السكر كان يكون فيه دايب وكي يحرق من الفصل تحت صلاعي ن你可以 بالفصل ماانلي ال caregiver نديرو لها الشوكولات ونديرو عليه الشوكولات عود اختياري كل واحد اختياري وهكذا كي يكون لغوفر دوليتش شكرا للمشاهدة اورشكرا جعل مشاهده شكرا